السلام عليكم و مرحبا بكم في الفيديو جديد على القناة في العشية ديال 16 ماي 2009 كان صهد بزاف في مدينة مراكش كان واحد مولتاكسي للاسم ديره فؤاد دايز من شاري الأمم المتحدة من اللي يشير لي واحد سيد كان شاب في 30 ناس من عمره قلت للور و قال لي الدين السبيطار أبقى شدوا هاد الكليان بأي كلمة من اللي يوصل مولتاكسي لسبيطار شاف مولتاكسي في المرايا و قال الكليان ها هو السبيطار ولكن الراجل المدوى ما تحرك مواله مولتاكسي قال هذا واقي لدين الناس نزل وحليه الباب كانوا عيني مغمضين و لاسق على الكرسي حركوا ما فاقش كي سحب لي انه مغيب ولا شي حاجة ادخل مولتاكسي بالخفة المستعجلات و جاب معه واحد الفرملي هذا الفرملي لحظات ويكتشف ان السيد مات عيضوا على الطبيب المشرف على المستعجلات قال لهم ان هذا الراجل فارق الحياة في اقل من ربع ساعة علموا البوليس اللي حضروا و داروا المعينة ديالهم و نقلوا الجثة لمستوداء الاموات باش يشوفها الطبيب شرعي و خلوا مولتاكسي رهن الاشارة عندهم حتى يشوفوا سبب الوفاة سوف يطلقوه و اذا كانت ماشي طبيعي خاصهم يديروا معها التحقيق انفوا داروا الجثة فوق طاولة المشراحة و جردوا من الحويج ديالها حتى تسبب سبب الوفاة سيد مشضاحية جريمة القتل بسبب واحد الالة حادة خطاقات صدر دياله و ضربت له القلب سببت له في واحد نازيف داخلي حاد و الحويج مخللوش اثر ديالها الدربة يبان من اللي عرف الشيفور ديالتاكسي ان الراجل مات مقتول تخلع بالزعف لانه ولا في مواجهة القادية ديال القتل و ولا علاقة له بها و سيقاطع على حابط و شوفوا ما بين البراء دياله او للا هذا هو ضروري تسنطل له البوليس باش يعرفوا تفاصيل وجود هذا القتل في التاكسي دياله فؤاد موت التاكسي انفت كلها شي معرفة سابقة به القتل وانه كايزابون استوقفوا وهزوا من شاري الأمم المتحدة و قال له السبيطار وقلس اللور وما بقى شدوه من اللي وصلنا للسبيطار قال ليهم قلت له رحنا وصلنا ما جاوبني قلت يكون ناعس لشي حاجة ولكن هو مغمض عينيه قلت وقلت يكون ندخل بشي غيبوبة كلمت وحد ذلك الفرملي اللي كلمت الطبيب عاد عرفت بان السيد مات في المشروع حقا لبوليس الحويش دياله ملقاو حتيش شي حاجة مهمة من غير واحد ذلك الصابونة ديال الريحة مستعملة كانت يجيب ديال السروال رفعوا لي الباصامات باش يعرفوا الهوية دياله رجعوا لبوليسي حقهم عفؤاد موت التاكسي مضاف شي حاجة اخرى من غير هذا الشي اللي قال المر اللي ولف التحقيق سؤول العميد على البرنامج دياله هذك النهار قال لي هم مكانش فيه تفاصيل كثيرة قال لي همد فؤاد بانه مشامع السبع ديال الصباح لمركز الشرطة المكلف بتسجيل تاكسيات وسجل اسميته وبدل الخدمة دياله عادي ونقل عدد تعكليان اللي ليس مختلفة في المدينة وكان اخر واحد نقله هو هذك القاتل وقال ليهم بانه ما عمره شايفوه من قبل العميد كان بغي يوصل لشي حاجة قتبت صح هذه الهضرة دياله 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 تاكسي سؤوله واش تقدر تعقل على شي كليان من اللي هزيت الصباح هنا فؤاد تفكر واحد المرة كبيرة في العمر عاونها بشطل عاطل تاكسي وعاونها من اللي نزلات من النوم هنا العميد قرر يتأكد وقال لي دين العنوان ديالها مل يوصله ودقوا الباب خرجوا واحد دراجل كبير في العمر سؤول العميد واش هناك تسكن واحد المرة وعطاه الاوصاف ديالها وقبل ما ردد الراجل طلعت هذه المرة من الشرجم قال لي فؤاد هذه المرة اللي وصلتها اكدت المرة ان فؤاد فعلا ان يتوصلها من خلال البصامات اعرفوا الهوية ديال القاتل اللي الاسم دياله عبد النور تزاد في مدينة اسفي عام 1982 نشوهوا البوليس العنوان اللي كان في البطاقة الوطنية دياله ولكن كانوا تحولوا من هذك العنوان بشي عام تقريبا ابقوا البوليس كيسول على الساكن الجديد ديالهم حتى ألقوا واحد مول مجازا ديال النجارة كان خدام عنده هذ القاتل وهو اللي وراهم السكنة ديال العائلة دياله مشوهوا تماما استقبلاتهم الام ديال ضحية البوليس يسولها فينا هو عض النور ما قلوش له بانا والدك مات المهم هذه اصعب لحظة في القصة في نظري انا يعني الام عارها مسكينة والاولدها تقول البوليس مات قادية صعيبة قليلا قالت لي هم سأخرج من البارح حوالي 11 النهار بدأ الخبز الفران الحومة ومن ثم لم يرجع هنا يبلغوا بانا بانا والدها مات مشوا البوليس الفران مشوا معهم خود ضحية صغير تم ألقاه واحد المجموعة للناس والاطفال وبدأ لي هذا الضابط هذا اللي كان يمعد خود ضحية صغير واحد الدري صغير قال شي حاجة في ودن الأخ الصغير للضحية هذا الاخير اللي يبقى فيه الحال وتقلق من اللي يسوه للضابط قال لي اشغل لك هذا الدري صغير ما بغاش انطق وما قال لي حتيش حاجة ما اخذوا البوليس حاجة من الفران ومدوا تشي معلومة مفيدة ولكن بقات عالقة في الدهن ديال هذا الضابط اشغل هذا الدري الصغير في ودن ديال خود ضحية اشغل لي وخلاه يتقلق بهذا الحالة اللي كان فيها هنا يمشل لكم مثالية استعن بوحدة المفتيشة مكلفة بالأحداث عودة لافار جاءت معه لدار الضحية وخوه الصغير دخلت قد تسايس مع ذلك الدري الصغير تعرفته اشغل لي اشغل لي هذك صاحبه الصغير صغير ورثة ولي قده في العمر قال لي هم بأنه بعيروا هذك الساع وقال لي اخوك خواف خلعوا هذك طراحة على الفران بالموس وكان يهدد فيه يقول لي إذا ما رجعت لي الصابونة سوف ينقتلك هنا يقل لي اخوك خواف يعني تخلع من هذا الطراحة على الفران ومشى في حالة وحرب هذا هو اللي قال لي هم الدري الصغير هنا البوليس تفكروا واحد القادية تفكروا هذه الصابونة الريحة اللي قاوة في الجيب للقاتل عبد النور هنا جاء البوليس عند الدار الضحية ودعوا معهم الدري الصغير قال لي الله يدخل الخبز الفران قال لي ما رأى فينا هو الذي يدخل الخبز الفران القاوة بالطراح من هامك في الخدمة ويهزر الخبز ويلوحه في الفران يطيب فيه هنا العميد لا أستأذن مدى حتى شيئا لا يدخلهم مواله ودفع الباب ودخل وفات شيئا كانوا واقفين تم منهم الفران ودفعهم ومشى تلعد هذا الطراح وقال لي هنا هو الموس الذي ضربت به عبد النور الموس لديه معه واخده منه هنا يطراح أعطى عرف من حيث لا يدري بهذا السؤال المباغي له العميد وعرفه العميد بأنه هو هو الذي ضربه على النيت ما الذي قال لي بحل الهضراء هذه ومشى العميد تلقى واحد الموس مخبي تحسم العواد وفران هزو بعنايق هزو لقى في باقي واحد الآثار أعطاه البوليس قال لي هذا يمشي للمختبر بالدليل التحاليل ولكن هذا الطراح بقام تمسك بالإنكارديال وقال لي أنا ما قتلته ما لم يقتلته هنا يشدوه الكوميسارية لكي يدري بقام تمسك بالإنكارديال وانا ماشي ما قتلته وقال الموس لقى عدوه تسمى البوليس ولكن ما هي إلا يومين تجدت نتجة لتحليل هذا الموس كسبين بأن البصامات لديه للطراح وأن الدم اللي باقي فيه عبد النور من الوصل البوليس للدلائل وواجهوا بها الطراح لما قام يقول وعطار قال ليهم هذا النهار عبد النور جاب الخبز ولكن ما جابوا وإنما دخل لي الفران وجدوا صناديقة التي كانت فيها الحبوش الخاصة اسمنا واحد صابونة ما قلت رجع لي هذا الصابونة لا يريد يضحك ويستفز فيها ويستفز في هذه الساعة لم يجبت الموس وطعمته به على مستوى الصدر هنا يتخلع ويجري الدمعة الصابونة بقية القصة راكم عرفتها هنا تم إخلاء سبيل مولتاكسي فؤاد لتبين البراءة وقدموا الحسين الطراح بتهمة الضرب والجرح المفضل للموت دون نية إحداثه القصة هنا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر